ايها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته التقوى عنوان السير إلى الله تبارك وتعالى التقوى أساس المعاملة مع الله التقوى أن يمتلئ القلب خشية لله تبارك وتعالى التقوى أن تعظم أوامر الله أن تعظم نواهيه التقوى أن تحب طاعته وتكره معاصيه عنوان التقوى قيل يستدل عليها في قلب المؤمن بثلاث الإنسان يتحسس حاله ليعرف هل هو يتقي ربه أم لا قالوا بثلاثة أمور يستدل بها على تقوى المؤمن حسن التوكل فيما لم ينل الذي لا يملك والذي لم يملك هو حسن التوكل على الله فيه وحسن الرضا فيما قد نال وحسن الصبر على ما قد فات ثلاثة قالها الصالحون رضي الله عنهم حسن التوكل فيما لم تنل لماذا ينشغل القلب بما عند الغير لماذا تتحرك العين فيما يملك الناس لماذا لا يتوكل القلب على الله فيما لم يقدره الله له قدر لك شيئا فخذه وارض به وتوكل على الله منعك من شيء اعلم أن الحكمة في المنع فالعبد نظره قصير ربما لا يعرف في أن الخير قد يكون فيما يمنع عنه وأن الشر قد يكون فيما يبسط له قد يبسط لك من النعم وهو يريد أن يبتليك بها فانتبه وقد يمسك عنك بعض النعم وهو يريد أن يبتليك بالصبر فانتبه لذلك كان من حسن التوكل ألا تنظر إلى غيرك وأن تكون فيما عند الله أوثق مما في يدك هكذا قال أهل الله أن أكون فيما عند الله ما عند الله أوثق مما في يدي هذا هو حسن التوكل فيما لم تنل حسن الرضا فيما قد نلت فيما قد أعطاك فيما قد منحك ووهبك ارضى بما قسم الله لك تأتي إليك السعادة الرضا أساس السعادة فعندما يقل الرضا تقل السعادة وكثير ما ننظر إلى إنسان نجده مكتئبا حزينا وعنده من الخير ما عنده ولو فتشت في داخله لوجدته لم يقنع بعد بعطاء الله له ولم يرضى برزق الله له ولكن إذا ما رضي اعلم أن السعادة ستغمر حياته فالرضا بما أعطاك أساس السعادة وهو عنوان من التقوى والصبر على ما قد فات جميل أن يصبر الإنسان على ما فات منه على ما راح منه على ما فقد على ما كان في يده ثم لم يجد لأن الله إذا ما أخذ يريد أن يسمع هل يرضى العبد أم يسخط يريد أن ينظر إلى عبده أيصبر أم بنعمة الله يكفر يريد أن يسمع صوت العبد أنا راض يا رب أنا أصبر يا رب أم أنك تشكو ربك إلى الناس روى البيهقي وأبو نعين أن داود عليه السلام قال يا رب ما جزاء الحزين الذي يصبر على ما فقد قال يا داود جزاؤه أن ألبسه لباس الإيمان فلا أنزعه عنه أبدا أن ألبسه لباس الإيمان فلا أنزعه عنه أبدا لذلك يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز ما أنعم الله على عبد النعمة ثم انتزعها منه إلا عوضه الصبر مكانها فكان ما عوضه أفضل ممن تزعه هكذا قال رضي الله عنه ليعلمنا بأن كل جميل يأتي من الله تبارك وتعالى إذا صبر العبد وبشر الصابرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته